المعقول النصف الساعة الأخيرة هو ده نادي الأهل الكرة بتتلعب على الأرض تروح ناحية المين محمد هاني بيرفع أوفر كريم نزلت بيخش يجيب جون عالي معلول بيقطع سرو باس من ناصر ماهر كان ممكن يبقى جون حسين الشاحات بيقطع كرة بتتلعب لحسين الشاحات عشان يخدها ويروح بها ممكن كان يجيب جون لو الكرة دي تلعبت أو لو الكور دي كملت كانت هتبقى فارق كبير جدا جدا لصالح نادي الأهل عشان كده بقول لحضراتكم مش عايزين إحباط مش عايزين دايما نبقى إحنا كجمهور أو كقناة أو كأي حد يعمل إحباط للفريق الفريق محتاج مساندة خلال هذه الفترة خدوا بالحضراتكم عدوا المصابين انا كل مرة بقى هنعد المصابين كل أسبوع وإحنا عاديم مع حضراتكم هنقعد نعد المصابين اللي عندنا الدقيق عندنا المصابين كتيرة جدا جدا بارح كمان وحنتطمن بعد قليل إن شاء الله حاول تجيب لي كريم برضو كريم أحمد نرسلنا من الجزائر يقول لنا وضع وليد سليمان إيه دلوقتي كان من المفترض أنه هو حيروح يعمل أشياء عن النهاردة ولكن وصله متأخر وبالتالي تم تأجيلها البكرة بس نتطمن أحسن من كريم أحمد فاللي عايز أقوله لحضراتكم لسه بدري الفريق قادم النص ساعة اللي شفتوها حضراتكم الأخيرة هو ده نادي الأهلي شخصية النادي الأهلي وضحت جدا 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 في النص ساعة الأخيرة عشان كده بقول لكم خليكم وقفيني وراء فريقكم الفترة اللي جاية محتاجة الجماهير الفرقة جاية لحد هتلعب الخميس وبعدين بعد يام 3-4 ايام هتلعب مباراة تانية وبعد كده هتروح تلعب في أفريقيا مرة تالتة وهكذا هي دي كرة القدم أو هي دي حياة لعب كرة القدم في النادي الأهلي في النادي الأهلي كده أنت تلعب هنا شوية وتلعب هنا شوية ودايما بتبقى محطوط تحت ضخم ودايما مطالب أن أنت تكسب وتكسب كل المباراة اللي أنت بتلعب عشان كده أنا بقول لحضراتكم دايما نبص على النواحي الإجابية آه فيه نواحي سلبية هنتكلمنا عنها مبارح كتير جدا جدا وديوف اللي كانوا معي مبارح تكلموا في الموضوع ده بشكل مفصل لحضراتكم ولكن النواحي الإجابية كتير عشان كويس أنه رجع بالسلامة ياسر إبراهيم كريم ندفت اللعيب اللي إحنا بنتكلم عنهم دول المستوى ابتدى يرتفع وفيه بعض اللعيب التانية محتاجة أن انت تزود شوية اللعيبة دي تزود شوية خلال الفلط تزود تركزها شوية لأنه بيني وبينكوا برضو السفروع والمروح والمجاي ده بياخد من الاليق�ى البدنية بشكل كبير جدا 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 فعشان كده انا بقول لحضراتكم انتظروا القادم القادم افضل للنادي الاهلي دائما ما يكون القادم افضل للنادي الاهلي حيثين الشحات هيخش بقى مع الفرقة والتجانس وياسر ومحمود وحيد وان شاء الله صالح جمعة يبقى موجود مع الفرقة خدوا بالكم مثلا عندنا مطش المقصة يوم الخميس القادم هتلاقوا جيرالدو ان شاء الله يكون موجود ورجع من الاصابة لان يعني اصابة خفيفة لما يبقى عندك شد في العضل العضلة الخلفية تبقى اصابة خفيفة